يعني أنا مش عايزة أطول في الحادثة اللي حصلت لأن زي ما بقول دي حادثة ومش متكررة كتير بالتفاصيل دي ولكن فيه تكرار من إن تنمر الأبناء على أهليهم ورفض الأبناء للنصيحة من الأهل وضرب الأهل أبناءهم معتقدين إن هم كده بيربوا ودي طبعا حاجة غلط جدا ده الأطفال ما بتتدربش فما بالك في سنة طولت وأطول ما ينفعش فكل ده باكتش كبيرة كده مش عارفة هنبدأ نفصصها إزاي بس أنا حابة إن أنا أبدأ تفاهمين عقلية المراهق الأول إيه اللي بيحركوا إيه اللي بيخليها تبقى معانا بشكل فجأة تقولك إيه أنا بنتي وإبني كبروا اتغيروا ده اللي على طول بيحصل لفترة المراهقة إنني اسمع الأهلي أنا ابني ما بقاش ابني هتولي ابني بس يعني لما بنفهم كويس قوي اللي بيحرك دماغ الولاد إيه بتفرق قوي في تقبولي للمواقف وأنا طريق التعاملي ما عابة تبقى عاملة إزاي فأول حاجة يعني بتحرك الولاد في السنة ده كسر الحدود وتجربة كل حاجة جديدة كل حاجة جديدة بيبقى عايز يجربها بيبقى جواه إحساس إنه هو عايز ما يجربش إيه حاجة عادية عنده اندفعية شديدة جدا إنه يجرب الحاجة حتى لو عواقبها ما فكرش فيها ده اللي بيحركه يعني اللي حرك البنت أو غيرها فكرة أن أنا طب ما أمشي من البيت خاصة أنا البيت ده مش مبسوط هجرب هجرب حاجة تاني ده جزء من اللي كان بيحركها يعني إحنا هنلاقي إن فيه كذا حاجة مع بعض هي قدت في الآخر للنتيجة دي بس طبعا جزء كبير أنا لو عملت كده هيجر إيه من غير ما تحسب العواقب لأ هي ممكن تجرب من غير ما تحسب أنا ممكن يحصل لي إيه يعني هي ما فكرتش إن هي ممكن يعني ما تقابلش حد كويس ممكن ما فكرتش في عواقب كتير كان ممكن تحصلها وتتأذي يعني في سن مراقب ما بيفكروش في العواقب قد ما بيفكروا يجربوا بالزبط كده إيريك أريكسن ده يعني اللي بيقوله يعني هو صاحب نظرية النمو النمو بالزبط كده فهو بيقول إن الفترة دي الولاد بتبحث عن الهوية من أنا؟ أنا أبقى مين؟ وبيعودوا يعني ما بيقولهاش لفظيا بس كل دي بتبقى حاجات جواهم أنا هبقى مين؟ أنا هبقى زي مين؟ طب أنا هعمل إيه؟ وبعمل إيه دلوقتي؟ وبيعود يشوف من اللي حواليه أكيد أكيد مش هيبقى زي مامتي وبابا في الفترة دي لما بيجي بيفكر بيفكر أنا مش هينفع بقى زي مامتي وبابايا فطبعا الإلهام بيبقى في السوشيال ميديا بيتفرج على الإنفلوانسرز وعندهم قد إيه فالوبرز شكلهم بيبقى معهم فلوس عندهم شهرة بيروحوا للنحية دي ويتفرجوا عليهم علشان يبقوا بيجربوا كاينونات جديدة ما جربوهاش قبل كده ده برضو جزء من فكرة التجديد أجرب أبقى زي حاجة من اللي بتلمع دول طب ليه ما يبقاش اللي بيلمع ده بابا وماما مش دلوقتي هو لازم يجرب الحاجات دي كلها وبعد كده في الآخر هيستقر عشان كده بنقول فترة المراهقة سيبوا الولاد تجرب علشان هي في الآخر هتستقر هي يعدي بالمرحلة دي اللي لازم يعدي عليها يجرب هو ممكن يجرب لي بقى مرة سجاير ممكن يجرب لي مرة طبعا ونسيبه يجرب ده مش هسيبه يجرب هو ممكن ممكن يجرب كده ولا كده أنا عرفت أو أنا معرفتش بس اللي هيفرق بقى العلاقة اللي بيني وبينه مبنية على أي أساس وهناكش راح بالتفصيل شكل العلاقة المفروض يبقى أعمل إزاي بس اللي هيرجع الولاد العلاقة اللي بيني وبينه فهي فترة تجارب آه فترة تجارب والفترة دي مش معناها إن ده الإنسان اللي في الآخر هيبقى متشكل مش ده الاندرازل تبتعتي لا هي فترة تجارب وفترة تخبط وفترة فوضى وبيتقال عليها برضو فترة فوضى لأنه هو بيقعد يجرب حاجات كتير عارفة البيبي لما نكون لسه بنعلمه إنه هو يمشي ممكن يمشي خطوتين ويقع ممكن يمشي ثلاث خطوات أو يغبط في الترابيزة ممكن يسند أو يمسك في الترابيزة فيتعلم أنا بقى بقى أقول له ساعتها إزاي مامشتش إزاي المفروض تمشي كويس لا بعمل إيه يقع وسنده ويقوم تاني وخليه حاول تاني الفترة دي بالضبط كده هو يعني هو كبري بين الطفولة وبين الرجد لازم يعدي الكبري ده بأمان وكويس وبأحسن وضع لأنه هو لو معدهوش فيه ناس بتأجل المرحلة دي أو مكتر مأهاليها بتبقى ضغط عليها ما بتعملش الحاجات أو المحركات اللي هي ربنا خلقها جواهم تحركهم فبتتأخر لسن ما بقاش سن نهي ما بقى المراقة المتأخرة بالضبط كده رجل الجو الصغير وكان زي الفل وطول عمره ضحيح وشاطر وقوائل ويجي بقى بعد وداخل على الاربعين يتجنن بقى ويبقى عايز ينطلق ويروح ويجي ويعمل حاجات غلط بالضبط هيا المرحلة ترجمة نانسي قنقر